بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم سنة عظيمة جدا من أعظم السنن النبوية التي سنها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة خواتيم سورة البقرة في كل ليلة وأيضا قراءة خواتيم سورة ألي عمران قراءة خواتيم سورة البقرة في كل ليلة لا تقدر بحسنات قراءة خواتيم سورة البقرة في كل ليلة بقيام ليلة كاملة ربما أعظم ثوابها من قيام ليلة كاملة وحلو أعطوكم الأدلة من السنة وأيضا قراءة خواتيم آل عمران اللي هي العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران بعض الناس يعلم هذه السنة لكنه لا يعلم السواب العظيمة فيه يعني ربما يطبق هذه السنة لكن لا يعلم السواب وبعض الناس يطبقها ولكن لا يطبقها تطبيقا كاملة لأن المفروض أنك تقرأ خواتيم سورة بقرة مرتين ومش مرة واحدة وأقول لكم الأدلة من السنة وكثير من الناس لا يطبق هذه السنة والذي يعلم أثواب هذه السنة ولا يفعلها سيخسر خسارة فادحة جدا يوم القيمة في السواب سيدنا علي بن أبي قلبي طالب يقول الذي تمر عليه ليلة واحدة لا يقرع فيها خواتيم سورة البقرة ليس عنده عقل لم يعقل من ترك قراءة خواتيم سورة البقرة لليلة واحد أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتا العلماء قالوا كفتا قالوا فيها ستة أقوال ابن القيم قال الستة أقوال دي كلها صحيحة قيل أنها أولا تجزئك عن قيام الليل بقيام الليلة بحل وبعضهم قالوا كأنك قرأت القرآن كله طوال الليل وبعضهم قال تكفيك الشياطين وبعضهم قال تكفيك العين الحسد وبعضهم قال تكفيك الهواجز والكوابيس فلكن ابن القيم قال كل الأقوال لي صحيحة وده الصحيح أقول لكم الأدلة دلوقتي السنة تفسر بعضها بعضا أولا حديث عبدالله بن مسعود سيدنا عبدالله بن مسعود قال في الحديث وحذر حديث صحيح وحطركم في الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو قال من قرأ أخواتين سورة البقرة في ليلة كفتاة قيام الليل ففي دليل أقوى من كده في دليل أقوى من كده يعني معناها منك تسويها يعني معانها يعني يعني يبقى أنت كده قمت الليل كله يعني كفتا قيم الليل يعني أنتك كده قمت الليل يعني تجزي عن قيام الليل زيك تسوي قيام الليل طيب ولكن دليل أقوى من ذلك روى الإمام التبري في تفسيره عن عبدالله بن عمر أنزل الله آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة قبل أن يخلق القلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزئتاه عن قيام الليل شو أجزئتين بازلت أن يقره مرتين مش مرة واحدة فكثير من الناس بيقره مرة واحدة بس لأ ناس بيقره مرتين صداقن هذا الحديث من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزئتاه كل واحدة منهم يبازلت مرتين مع بعض عن قيام الليل أيضا أسند أبو عمر الداني عن حزافة بن اليمان رضي الله عنه إذن الحديث ده عن عبدالله بن عمر أنزل الله آيتين من كنوز الجنة خاتم بهما سورة البقرة قبل أن يخلق الخلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه عن قيام الليل أو أجزتاه من قيام الليل أسند أبو عمر الداني عن حزافة بن اليمان أن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بها سورة البقرة من قرأهما مرتين لم يقرب بيته شيطان ثلاث ليلة لم يقرب بيته شيطان ثلاث ليلة أيضا برضو هنا المرتين خلي بالكم أيضا ما ليش داع أن تقرأ سورة البقرة كلها من أول إلى الأخير إذا لم يكتب من الناس تعمل يكفيك فقط قراءة خواتيم سورة البقرة وحتمنا على دخول الشواتين ثلاث أيام وفيها خلاصة سورة البقرة لأن الرسول عسلام لم يقرأ بقرة كلها ثلاث أيام لكن أوصانا بتخواتيم سورة البقرة دليل بعد كده أن الرسول عسلام قال أتيتوا خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يقتهم أن بيهم قبلي مرة قال من كروز الجنة وقال من كنز تحت العرش ومعروف أن العرش فوق الفوردوس الأعلى وفي عليس تاني يوريك أنها تساوي قرأت القرآن كله طول اللي زي ما هو بعض العلماء قال فتح بابه من السماء لم يفتح من قبل ونزل ملكه من السماء لم ينزل من قبل معه خلاصة سورة البقرة في يد وفي الهد الأخرى سورة الفتحة وسورة الفتحة يا أم الكتاب وتعدل القرآن كله إذن خلاصة سورة البقرة تساوي القرآن كله في السواب أو لها سواب عظيم جدا بدليل أن الملك نزل في إيده خلاصة سورة البقرة وفي إيلة تانية وصورة الفاتحة وصورة الفاتحة هي أعزاً صورة على الإطلاق في كل الكتب السموين طيب ده في أدلة تانية في أدلة تانية والسنة تفسر بعضها البعضاً والقرآن تفسر بعضها بعضاً روى الإمام الدارمي رحمه الله موقوفاً على سيدنا عثمان بن عفان أقول لكم الزلية اللي بتقوي هذا الحديث قال سيدنا عثمان بن عفان من قرأ خاتيم أو آخر عشر آيات من سورة آل عمران كتبت له بها قيام ليلة كاملة من أول قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقين عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيأتينا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أوضي عمل عامل منكم حتى أطير عليكم إلى آخر الآيات فالآيات دي العشر آيات ديت هي أيضاً بقيام الليلة طب إيه لي يقوي الكلام ده؟ أولاً إحنا قلنا الحديث اللي قلناه الإمام الدارمي إن كان في سنة دي ضعف لكن حولكم الأدلة اللي بتقوي هذا الحديث وتحسنه وتصححه أولاً الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال في تفسير هذه الآيات نزلت علي آياتهم الليلة ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن ليه إيه؟ إن في خلق السموات والأرض باختلاف الليل والنهار لآيات الباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض أبادت التفكر الدليل بعد كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في تفسير هذه الآيات تفكروا ساعة خيروا من قيامي ليلة وإنت عندما تقرأ الآيات دي معناها أن تتتفكر بتقرر بالتفكير بالله سبحانه وتعالى بتتدبر في آيات الله بتتدبر في خلق السموات والأرض واختلاف الليل لأنه أعظم آياتين على الإطلاق في كل خلق الله سبحانه وتعالى اختلاف الليل والنهار وخلق السموات والأرض لخلق السموات والأرض أكبر عند الله من خلق الناس في مقارنة برس محمد تعالى ولكن أكثر من الناس لا يعلمون فخلق السموات والأرض آيات عظيمة جدا ليه؟ السموات السبع لو ما اكتشفوا أن الكون فيه مئة ألف مليون مجرة وفي كل مجرة فيها مئة ألف مليون مجموعة شمسية في كل مجموعة شمسية فيها فيها عشر قواكب زي بتوعنا دول أو أكتر لانا عافلين المجموعة الشمسية بتاعتنا فيها كوكب المريخ وكوكب الأرض وكوكب المريخ وكوكب بلوتو وكوكب المشتري وكوكب كل الكواكب ديت كل الكواكب ديت بتشكل مجموعة شمسية اضرب الكلام ده في مئة ألف مليون يعملوا مجرة اللي هي مجرة دي التبانة اللي احنا فيها واضرب الكلام ده كله في مئة ألف مليون يعملوا كوكب الأرض فيها ما انت يبقى زيان كوكب الأرض نحن عشان عليه ده مجيش زرة مجيش نقطة في بحر من قول كل لذلك عبارة التفكر دي كان بيعملها الصحابة والتابعين عبدالله ابن عمر كان بيطلع للصحراء بالبيداء ويتفكر في السماوات والأرض ويتحنس وينزل للسماء السفان الثوري كان بيقرأ قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى ألم ترى الذين كذبوا بآيات الله في قول الله سبحانه وتعالى الذين كذبوا بالكتاب ويبما أرسلن به رسلانا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل الأسحابون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم يقيل لهم أينما كنتم تشبكون من دون الله قالوا ضلوا عننا كان يتفكر في هذه الآيات ويبور عن نفسه دما بعد التفكر لذلك تفكر ساعة من قيامي ليلة فعندما تقرأ آيات دي بسبب التفكر في خلق الله سليسة الآيات دي نزلت تسلية لرسول صلى الله عليه وسلم عما يقابده من مشاق الدعوة لما ربنا بعد كده في الآخر آيات دي بيقول له لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليلهم ثم مأواهم جهنموا وبئس المهاد ففيها تسلية اللي قوي ده كمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه السنة وكان يقرأ هذه الآيات كلها في كل ليلة في كل ليلة عندما يقوم من الليلة يمسح النوم مع العيناي ويقرأ هذه الآيات بذلك الآيات دي بقيام الليلة بس ده المين؟ للي عارف السواب ويحتسم الأجر طب إذا كانت خواتيم سورة البقرة أعظم شأنا وهي فيه دليل تاني كمان أن البقرة و يقلون了 مسؤدة الأعيل العمران هي بقيام الليلة والبقرة والأهل عمران الاثنين وراء بعض في الكتاب والاثنين يسمونه الزهروين وعندنا حديث يقولون ان خواتيم سورة الأهل عمران هي كمان بالقيام ليل الحديثين بيقووا بعض الفضائل بتاعة أهل عمران والفضائل بتاعة البقرة الاثنين بيقووا بعض ويصححوا بعض إذن يبقى انت لما بتقرأ خواتيم سورة البقرة بتاقط خام ليلة بحالها بس مرتين وتقرأ خواتيم أهل عمران من أول ان في قلق السماوات والأرض واختلف الليل والنهار إلى آخر الآيات ويكتب لك قيام ليلة كمان شوف هذا السواب العظيم يبقى إذن انت في أقل من خمس دقائق لما تقرأ خواتيم سورة البقرة وتقرأ خواتيم سورة أهل عمران وخلصا النية محتسبة للأجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من عمل عمل أن يحتسب أجره عند الله فهو حسبة الله عند الله يكتب لك قيام ليلتين كاميرتين تشوف بافل في ميزان يوم القيامة لما تحافظ على هذا السواب العظيم يريد كل سماعنا دلوقتي يطبق هذا السواب العظيم فاتقوا الله سبحانه وتعالى ومتتخفوش بالسنة وحافظوا عليه السنة العظيم أنا سأكتب لكم كل الكلام ده في الوصف في الوصف تعالى انسخوا ماذا هذا عملي في طواب العظيم نعلم علما من هو أجر ونعمل بها من القيامة لا نقل ذلك من قريم شانين تشوش تفعيل الجرس وأشراك في القناة ليصلكم كل جديد لسعودون عشرة السنة الوية أقول قول هذا استغفر الله ليه لكم وزيما قلت لحضراتكم أن خواتيم سورة البقرة أعظم شأنا من خواتيم آل عمران وإذا كان خواتيم آل عمران لها هذا الفطل في قيام الليلة بإذن أيضا خواتيم سورة البقرة هي أيضا بقيام الليلة أو أكثر بإذن كل واحدة منهم بتصحح كل حديث منهم بصحح التانية فأنا أكتبكم الكلام ده انسخوا ماذا هذا العملي في طواب العظيم أقول قبل هذا استغفر الله ليه لكم